موسيقى عادة ما نسعى للرقد قبل المشي لكن في الراليات عليك تذكير نفسك بضرورة أخذ الأمور بروية إنه بالفعل في خضم المنافسة وعليه خوضها سنحاول ذلك موسيقى نحن عائلة سبقات أنا وهازل معا منذ 33 عاما أعتقد أن هذا صعب بعض الشيء على الزوجة قلت لها أنني سأشارك مرة واحدة في دكار ومن ثم أكملت 13 نسخة وفجأة الآن ترى ابنك يشارك في دكار خط الكثير في حياتي شاركت في سبقات الموتوكروس لفترة طويلة والآن أكملت الحلقة ونعم أعتقد أن هذا هو سبب وجودي هنا هناك الكثير من العوامل الملاحة أمر مختلف تماما وحالما تضع أول قطع الأحجية تبدأ بالتقدم أكثر وأكثر جئت لمحاولة تهديئته قليلا إنه يافع واليافعون عادة ملعون بالسرعة والراليات لا تتمحور فقط حول السرعة لأن الملاحة هي الأهم في كل ليلة خلال العشاء لدي شخص لأسأله وهذا أمر مساعد لذا نعم أعتقد أن ما تعلمته منه هو ضرورة وجود خطة على الدوام آمل أن أكون مثله لأنه قوي حقا المنافسة في دكار لا تتعلق بالقدرة البدنية بل بالضغط الذهني عليك تحمل الضغط الذهني والتذكر بأن المنافسة لا تتمحور حول السرعة الملاحة الجيدة تغنيك عن السرعة الزائدة وبخاطرها أعتقد أن مصدر قوتي حاليا سيكون سرعتي وأنا يافع كذلك موسيقى